عنف المؤسسات الدولية اتخاذ قرارات تعسفية لكل من يعترض على الإبادة الجماعية وعلى هذا الاعتداء اللا إنساني وعلى قتل آلاف البشر والأطفال والنساء وإلقائهم في حفر كل المشاهد المؤلمة اللي العالم بيشوفها وواقف صامت لكن المؤسسات تسعى إلى أشياء أخرى خوفا من الصهيونية ومن يهود العالم الذين يسيطرون على الاقتصاد العالمي شركة مايكروسوفت فجئنا بأنها فصلت اتنين موظفين عندها دعوا إلى وقفة تضامنية مع الفلسطينيين ومع الذين استشهدوا في غزة الاتنين دول طلعوا إيه مصريين لمجرد إنهم دعوا لوقفة تضامنية الاتنين دول اتفصلوا بتليفون انتوا باي باي رغم أنهم أشخاص مهمين اللي اتفصلوا واحد اسمه عبد ومحمد ده باحث وعالم بيانات وحسام نصر خديد جامعة هارفورد وبيشتغل هناك مشوهم في دقيقة في دقيقة رغم أنهم اللي اتنين بيقولوا أن مايكروسوفت كانت بتشجع الوقفات والتضامن لجمع أموال لمواقف أخرى ومشابه لكن لما تيجي عند القضايا الفلسطينية لا ليس مايكروسوفت فقط جوجل جوجل فصلت السنة دي أكتر من خمسين عامل احتجوا عامل موظف مسؤول احتجوا على التكنولوجيا اللي شركة جوجل بتزود بيها الحكومة الإسرائيلية في ظل هذه الحرب القادرة